صباح الخير كابتن زكريا خني في البداية أسألك عن شعورك النهاردة وشايفين حلم كل أهلي وطبعا حلم مجلس إدارة نادي الأهلي النهاردة بيتحقق وهو وضع حجر الأساس لأستاذ نادي الأهلي طبعا هي بالنسبة لي نقلة نوعية في مستقبل النادي الأهلي لأن الخطوة دي الناس بتقول متأخرين لا هو نادي الأهلي دايما قررته مدروسة لها توقيت معين في إجراءات كتيرة وموافقات كتيرة علشان نادي الأهلي يقرر الاستاذ يبقى فيهن وإمتى فطبعا جي الوقت هون النهاردة وضع حجر الأساس لي ومستقبل النادي الأهلي بيتحدد من المكان دا لأن انت هارفة كان نادي الأهلي طول عمره بيلعب في استاذ خارق أو في استاذ تاني بيأجر النهاردة بيلعب في الاستاذ بتاعنا معنى كده أن فيه نقلة اقتصادية مهولة هتكون لصالح النادي وبالتالي خدمة الفرق الرياضية خدمة النادي خدمة الأعضاء خدمة الجماعير الموضوع مش بس كده النادي الأهلي وانتي عارفة هو مؤسسة رياضية واجتماعية وثقافية واختصادية جوه المجتمع فبالتالي القرار بتاع حجر استاذ النادي الأهلي أعتقد ده في خدمة المجتمع كله في مصر أكيد كابتن زكريا ويمكن شوفنا الفترة اللي فاتت إدارة مجلس دارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يمكن وجهت صعوبات كتيرة جدا وأزمات طبعا الفترة الماضية وطبعا مع أزمة انتشار فيروس كورونا ولكن رغم كل الأزمات والصعوبات دي نادي الأهلي نهاردة بيحقق حلم كل أهلاوي هي دي المسئولية لأن أنا أعرف أن النادي الأهلي على مدار التاريخ أي مسئول بيأخذ من اللي قبله وبيدي للبعده ويكملوه النهاردة النادي الأهلي بمجلس الإدارة بينفذ البرنامج الانتخابي بتاعه اللي وعد به جزء مهمة قوي من اللي تم في الفترة اللي فاتت في الفترة اللي جاية بيكمل الجزء الأخير أنا أعتقد أن الالتزام والوفاء بالوعود ما بقاش بالكلام لا بقى بالفعل والنهاردة بيتحقق جزء كبير أو خطوة مهمة وطبعا أنا ساعة كبيرة جدا أن يكون واحد من اللي بيشاركه في وضع حجر الأساس مع أبيبه ومجلس الإدارة وبهني الجمهور وبهني عضاء النادي كمان وكل الرياضيين جوه النادي سواء كرة الخدمة أو أي علعاب تاني يمكن يا كتن زكريا استاد النادي الأهلي مش هيكون بس عبارة عن استاد لكرة القدم لا مدينة رياضية يعني هنشوف صالة مغطاة هنشوف ملعبين طبعا لكرة القدم باركينج للسيارات يعني أكتر من استاد طبعا لكرة القدم الحقيقة بدون ما نحرق الكونسب ده ده كونسب موجود في العالم أن يبقى فيه سبورت كومبليكس في مصر ده مش بس بيخدم الفرق الرياضية أو الأعضاء لا ده بيبقى خدمة المجتمع كله الفرق الرياضي حتى الفرق الرياضية اللي من دول العربية أو من أفريقيا حيبقى لها وجود معانا هنقدر نحن نقدم لهم حاجة لأن النادي الأهلي كمؤسسة رياضية مش بس بيخدم فرقته مش بيخدم الفرق الرياضية بس لا طبعا ده النادي الأهلي جزء من المجتمع وليه دور في المجتمع سواء رياضي ثقافي اجتماعي فني النادي الأهلي مؤسسة كبيرة قوي في خدمة المجتمع كتن زكريا طبعا بشكرك وألف مبروك النهاردة طبعا على الحدث الكبير ده مبروك لجمالي النادي وأعضاء ومبروك لنا كلنا شكرا يمكن ده يا مش مهونت سعدلي وأستاذ إبراهيم كان لقاءنا مع الكابتن زكريا ناصف عضو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي والآن العودة مرة أخرى للستوديو شكرا شكرا